دايماً أقولهم الجوزاء بعض أقول عليهم كلام حل فبيحبونا عشان بنوعد نقولهم يعني عكس ما الناس بتقول الجوزاء متقلب وكذا احنا دايماً بنمدحهم حقيقة صحوما برج هوائي زينا فيعني لازم منقل البيت عشان فعن ندحوش من 30 ل 12 عاملين ايه الجوزاء طيب الجوزاء حيبدأوا الحظ من أول الشهر يعني يعني بطراحة أنا مش عايزة زعلهم قوي بس أقولهم خدوا بالكوش الفترة الجاية دي لأن الكواكب الأربعة اللي قلنا بيدعموا التور لا هم معاكسين مع برج الجوزاء فلازم مواليد الجوزاء ينتبهوا أكتر عموماً يعني فشغلهم في علاقتهم باللي حواليهم وفي قراراتهم لكن الأيام الكويسة واللي يحاولوا يركزوا عليها وينتهدوها هتكون يوم واحد واثنين دول عاطفياً ومهنياً وحتى لو عندهم أولاد هيكون عندهم يوم حلوة أو يومين حلوين للتفاهم وتحقيق تواصل أفضل مع أولادهم واحد واثنين كمان في الإنجاز في الشغل يعرفوا يحصلوا على التأدير بسهولة عندهم كمان يوم أربعة في الشهر ده عندهم طاقة ونشاط وقدرة الإنجاز ويعرفوا يوظفوا جهودهم صح كمان سبعة وتمانية وتسعة في الشهر دول هيكونوا مالياً في فرص حلوة لتنمية مدخراتهم أو أملكهم أو تنمية دخلهم من سبعة لغير تسعة حلوين مالياً للجوزئة تمام برج السرطان كنا لسه شارفت بنتكلم عنه برج السرطان نعمل إيه؟ طيب أنا نشوف أن السرطان الفترة دي هيلة عندهم علاقات اجتماعية حلوة وعندهم لو عايزين يعملوا انترفيو في شغل الفترة الجاية دي هيلة للانترفيو الأيام بقى الحلوة اللي يركزوا عليها هتبقى تلاتة واربعة عندهم طاقة عاطفية وبرده ممكن يقدوا أوقات عاطفية حلوة مع الأحباب يوم تلاتة واربعة ويوم خمسة وستة عندهم نشاط وطاقة ويوم عشرة وحداشر وعشرة وحداشر ماليا يعني يركزوا لو في حاجة عايزين يعرضوها للبيع حاجة يقرار شراء حاجة مهمة عشرة وحداشر مناسبين ماليا كمان يوم اتناشر في الشهر برضو من الأيام اللي حيكون الحظ بيحلفكم جدا على كل الأسعادة إن شاء الله إن شاء الله طيب برج الأسد طيب برج الأسد